السلام عليكم وأيضا نقدم مجموعة نادرة جدا من الفواكه والخضروات التي تشاهدها لأول مرة إليكم التفاصيل هذه القصة قصها رجل المسن للصحف حيث قال ذهب محمد صلاح إلى محطة الوقود لتزويد سيارته بالوقود فوجد بعض الأشخاص يتنمرون على رجل مسن في محطة الوقود فلم يلبس صلاح إلا ونزل من سيارته وحذر الشباب بعد مضايقة الرجل المسن وأنهم بعد سنوات سوف يتبدل بهم الحال يصبح مثل هذا رجل المسن لم يلبسوا الشباب بعد تهديد صلاح لهم وبالفعل ابتعدوا عن الرجل المسن وعن مضايقته وبعدها ذهب اللاعب المصري محمد صلاح إلى ماكينة صرف الآلي وأخذ منها ميد جنيه استرليني وأعطاها للرجل المسن وذكر المسن في الصحف أن محمد صلاح هو البطل تابعونا ومتنسوا اجدامكم لنا باللايك وبالاشتراك في القناة ودمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله